ربنا يكرم اللي اخترع الوصفة الرهيبة دي عملتها من ربع كيو اللحمة مفرومة وتنفع كوكبة غدا أو وكبة عشا وسهلة وبسيطة وبتاخدش وقت ومقاديرها اقتصادية جدا يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه اول حاجة معي كوباية لبن دافية وبنفس الكوباية اللي عيرت بيها اللبن هي اللي أنا هعير بيها مقادير كول لها النهاردة معنا كمان نص كوباية زيت ومعينا بيضاية بدرجة حرارة المطبخ تمام كده وكمان معلقتين صغيرين سكر المعلقة الصغيرة هوا وبنفس المعلقة عيرت بيها الخميرة الفورية معلقتين خميرة فورية ومعنا هنا عرب الزبادي بلدي لو عايز المعيار بتاعها يبقى نص كوباية بنفس الكوباية اللي عيرنا بيها المقادير بتاع ابنا وهقلب كل الكلام ده كده كويس مع بعض هنا بقى هنضيف مع بعض الدقيق معا النهاردة أربع كبيات ونص دقيق النهاردة نعمل صنيتين مش صينية واحدة تمام أربع كبيات ونص هحط الأول لأربع كبيات وهسيب النص تلوقتي لو احتقته هنضيفه مع بعض هنشوف كل ده مع بعض وحطيت رشة ملح ويه معلقة نص معلقة صغيرة بيكن بودر وهبدأ بقى ايه انخل كل الكلام ده كده مع بعضه وبالمعلقة بقى وابدأ لم العاجينة بتاعتي هلم ما هشوفها له محتاجة نص كباية حطها طبعا عاجينة رقيتها معي طرية انا عايزها ايوة طرية بس مش طرية للدرجة فضفت النص كباية كمان يبقى انا كده ضفت النهاردة كام اربع كباية ونص دقيقة هجيب بقى شوية ديه كده عال رخامة وحط العاجينة بتاعتي وابدأ بقى ايه عاجينة كده بس عن المدة يعني خمس دقيق بس كده خمس دقيق كده هجي عاجينة بسرعة سريع سريع كده على طول مش تاخد منك وقت يعني هي طرية كده العاجينة بتقلقيش احنا عايزينها كده وبعد كده برحت جاي حطاها في الطبق وحط عليها شوية زيت ويغطيها واسبها بقى المدة بقى نص ساعة كده ساعة لغاية الحجم بتاعها ما يتضعف معاك وبعد كده نشوف مع بعضها هنعمل ايه هنا بقى هنعمل مع بعض الحشو الحشو ده اختياري ايه الموجودة عندك في التلاجة اعمليه واشتغلي بيه فيش مشكلة خالص في النقطة ديه يعني الوصفة بتاعتنا النهاردة بيتحطلها اي حشو موجودة عندك في التلاجة لحوم جبن خضار بس اي حاجة ينفع معاك اي حاجة خول اي حاجة بجد سهلة وبسيطة واقتصادية وفعلا ما بتاخدش وقت خالص في العمال بتاعتها زي ما انت شايفك كده قطعت بقى الفلفل والبصل بالشكل ده تعالي بقى نروح على عيني بتجيز ونشوف هنعمل ايه هجيب الطاصة وحجي حط فيها معلقة السمنة او سمنة على زبدة او سمنة على زيت الموجودة عندك يسخن معاكي انزل عليها باللحمة النهاردة انا عاملة نص كيلو لحمة عشان خطر انا هعمل الصينيتين فتير زي ما انت شفتينهم كده صينيتين مش صينية واحدة والصينيتين بسم الله ما شاء الله كانوا كبار مش صغيرين هنا بقى ست اللحمة خدت صدمة وحطيت عليها معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة ملح وبعد كده هنزل عليها بالبصل انا عاملة بصل كتير زي ما انت شايفة كده عشان عايزة كمية كتيرة وبعد كده بقى روح جايي نقلباهم البصل يدبل معايا هروح جايي نازل عليهم بالفلفل اي نوع فلفل موجودة عندك يعني مش شرط الوان زي ما وطيك الموجودة عندك في التلاجة اشتغلي بيه وهروح جايي بقى اللي بقىهم بالشكل ده لغاية ايه بقى ايه كل حاجة ما تستيوه معايا ويبقى كده تمام خلاص اطفي بقى على الحشو بتاعي وتعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده جبت اول صينية معايا ده انتهى بالزيت وبعد كده حطت عليها ورق زبدة مش عايزة تحطي تمام مش مشكلة انا كان عندي قصة ورق زبدة فحطتها وده انتهى وهنا العجنة بتاعتنا ما شاء الله خمرت هو معايا بعد نص ساعة والضاعف حجمها روح تجايباها وروح تجايي اسمها نصين بالشكل ده نص هاخدى شيله اغطيه كده بكيس تلوقتي مش هستخدمه عشان ده للصينية التانية والنص التاني هقسمه كده على قطعتين هاخد اول قطعة وحط علىها دقيق وابدأ بقى افردها كده باديا او بالنشابة بالشكل ده تمام وعلى شكل دايرة على قطعة الصينية كده وفرديها تمام هجيب بقى الصينية بتاعتي بقى وحاجية حطة فيها الفتيرة كده العجنة بتاعتي كده واعدلها كده عليها تمام واجيب بعد كده بقى الحشوبة اللي احنا عملناه وهبدأ بقى احط نصه كده في الصينية نص الكمية بس ماشي كده اهو وافرده وهجيب بقى القطعة التانية اللي العجنة احط عليها برضو شوية دقيقة عشان خاطر اعرف افردها ان العجنة معانا طرية فالطرية دي هتخلي الحاجة معاك عاملها كده في الفطيرة طرية جدا من نجاح العجنة عشان خاطر ما ينشافش منك بعد ما يستوي اللي انت تسيب العجن يكون طري كده وانت بتاعجيني هروح الجاي مقفلة بقى ايه كل حرف العجن كده على بعضه الاطراف كده قفلها كويس جدا كده تمام بس كده هسيب بقى العجنة بقى لمدة ربع الساعة كده تخمر وبعد ربع الساعة ان شاء الله نرجع وانشوفها بس هشتغل في الفطيرة التانية في الصينية التانية ان شاء الله كده مع بعض اهم حاجة الصينية اللي اتخلصيت حجي مغطيها عشان خاطر وش العجنة ما ينشافش منك تمام هنا هو اشتغلت في الصينية التانية حطت الحشو وحطت لها برضو الطبقة التانية على الوش كده واحتي جاي مقفلها كده تمام بالشكل ده ستة طاعة ربع ساعة زي ما قلت لك وغطتها هنا بقى جبت ايه كانش عندي لبن فجبت معلقة اشتغل هو الوش بتاع اللبن كنت شايلها عندي في التلاجة جبت منه معلقة بس المفروض تحطي معلقتين لبن بس ها مش كان عندي لبن وضفت علي مصفار بيضة وروحت جاي مقلبان كويس جدا ودهنت وش بالعجينة بعد ربع ساعة رحت جا دهنة بصي ما شاء الله حجمات ضعيف معنا ازاي ايه بالشكل ده هروح الجاي بقى دهنها بقى وبعد كده بقى هجيب معلقة واي حاجة انا عايزة بس اعمل شكل كده للعجينة او شكل كده قصي للفطيرة تمام وقت اطاعيها شكل بس كده يمشي عليها بالراحة كده شم ايه ما اطاعش معاك وبعد كده بقى حطي بقى ايه حبة البركة حطي سمسيم حطي متعاس حطين اني موجود عندك حطين مش موجود خلاص مش مشكلة جبت كمان الصينية التانية ودهنتها بنفس الدهنة دهنته اللي هي السفار البيضة ومعلقة القشطة وبعد كده جبت المعلقة وبدأت اقسمها بالشكل ده تمام كده بعد كده بقى هجيب السمسيم وحبة البركة ورشهم كده على الوش وكنت طبعا مشغالة الفرن بتاع لدرجة حرارة متين وخمسين دي اعلى درجة عندي في الفرن والفرن بتاعي كهرباء روحت جاية مشغالة الفرن الشعلة من فوق ومن تحت وكمان شغلت المروحة وروحت جاية حط الفطيرة في الرف الوسطاني وستها لمدة ربع ساعة في خلال الربع ساعة بسم الله ما شاء الله طلعتها بالشكل الطحفة ده زي ما انت شايفها بس اهم حاجة اول لما اتطلعيها من الفرن على طول راش راشيها كده بشوية مياه صغيرين جدا جدا وروحي جاية مغطيها وهي ديئة واحدة بس ديئة واحدة وشير الغطى من عليها وكلها بالفة هانا وشفا بصي طحفة زي و التسوية بتاعتها جميلة وظهرها جميل جدا ازاي يا رب يكون عجبتكم وتنسوش تكتب لكم منت حلو جاي واشتجعوني وتقولولي انتو بشاهدوني من اني بلد وكمان بتحطيلك على الفيديو بصينا بقطعها شايفة الطرواب بتاعتها والهشة ازاي وبتحفة ازاي من احلى المخبوزات اللي انا عملتها ان شاء الله انتو كمان هتجربوها واي حشة موجودة عندك في التلاجة احشي بها عادي خالص ونبتقولش لأ يا رب الوصفة بتاعت يكون عجبتكم النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة